أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أهمية الشراقة مع جمهورية لاتفيا وضرورة الاهتمام بتعزيزها باعتبارها مصلحة مشتركة تقتضي حرص الجانبين معا على المضي بها قدما مهما كانت العقبات التي تواجهها جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية لاتفيا أدرز رينكبيتش حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وشهد اللقاء استعراض مجمل التطورات على الصحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها المتلاحقة وسبل التعامل مع انعكساتها السلبية لسيما على الأمن الغذائي للدول العربية